السلام عليكم ازايكوا يا حالوين عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كل سنة وانتو طيبين معنا النهاردة وصفة جميلة للحلويات زي ما احنا شايفين معنا جلاش وكنافة بالمهلبية ومعنا الخطوات هنعمل اول حاجة الشربات وزي ما بتقوله لصيرب معنا كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص من المية عشان عاوزها تقيل شوية وعصرة لمونة ومعلقتين عسل ابيض بيفرق اوه في طعمه ولونه وهنقلبه بالراحة كده عشان السكر ما يطلعش معانا على الاطراف وهنسيبه يبرد ومعانا المهلبية معانا كيلو لبن هنضيف عليهم رشة فانيليا وتلات معالق من نشا هندوبهم في لبن او مية وهنضيفهم على اللبن وبالمضرب بتاعنا ونحركوا لحد ما القوام يبقى كريمي زي ما انتو شايفين كده القوام بقى كريمي جدا هنسيبه يبرد هيتقل اكتر من كده كمان معانا هنساحت سامنة بتاعتنا دي سامنة روابي وزي ما تحبوا اي نوع تحبوه ومعلقة سامنة بلدي هتفرق طبعا في الطعم زي ما احنا عارفين ومعانا الكنافة بعد ما قطعناها كويس هنضيف عليها معلقتين سامنة ونقلبهم ومعانا الصناية بتاعتنا هنضيف معلقتين سامنة ونحط اول طبق من الكنافة وهنضغط عليها نسويها طبعا وهنضغط عليها نسويها طبعا او اي صانية اصغر تضغطوا بيها اللي تحبوه هنضغط بايدي وهنضيف معلقتين سامنة وننزل بالمهلبية بتاعتنا في النص يا حلوين عشان ما تطلعش معانا من الاطراف زي ما انتو شايفين كده واخر حاجة هنضيف المكسرات اي نوع مكسرات تحبوها وهنضيف اخر طبقة من الكنافة وطبعا هنضغط بالراحة عشان المهلبية وبس كده اخر حاجة هنضيف معلقتين سامنة على الوش وندخل بيها على الفرد ومعانا الجلاج بتاعنا زي ما احنا متعودين هنقصه على قد الصينية او زي ما تحبوه وده هن الصينية بتاعتنا وهنفرد الجلاج طبقة طبقة وندهن ما بين كل طبقة والتانية معلقة سامنة بالفرشة زي ما انتو شايفين وطبعا اللي قصيناه معانا ما بترميش بنحطه في النص كده وهنضيف عليه المهلبية ونضيف المكسرات بتاعتنا اللي تحبوها طبعا وبس كده هنكمل الطبقات واخير حاجة هنخرطه على اي يعني هنخرطه على اي يعني طبع الشكل اللي انتو عايزينه انا عملت مسلسات كده زي ما انتو شايفين وهندخل بيه على الفرد ومعانا دلوقتي الكنافح مرت من الاطراف هنطلعها على الشبكة والجلاج بتاعنا في الفرد وده شكلها بعدما خلصت وهنضيف عليها الشربات بتاعها ونسابها تبرد وده شكل الجلاج بتاعنا قبل ما ياخد لون وده بعدما خلصي حلوين هنضيف الشربات بتاعنا ونسيبه يبرد شوية يارب الفيديو يكون عجبكم ما تنسوناش في اللايك والاشتراك لو استفدتوا منه مع السلامة